السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وأنتم لم ترى هذا الفيديو اليوم سوف نفصل واحد العباية هي سامبل شريط الجيلاتين بهذه الطريقة لدينا جوج متر ونصف ديال التوب كان حيض منها 60 سنتيم كان حيض منها 60 سنتيم كان حيض منها على الطول يلتب كان حيض منها على 2 سنتيم ونقوم بقيتها على 4 سنتيم لأننا نقطع هذه الهاتف تكون مقدمة في هذه الطريقة بعد أن نقطع هذه الهاتف 60 سنتيم هي ديال الأكمام كان نخضو التوب ديالنا دكشي اللي تبقى كان نخضوها كنتوها على اثنان هاد الحشية هي اللي كانتوه يعني الحشية ديال التوب هي اللي كانتوها كده على اثنان هاد الحشية ديال التوب هي اللي كانتوها على اثنان ثم نطوها على اثنان ثم نطوها على اثنان ثم نطوها على اثنان كان نحاول نقطع توب ديال المزيان على الطبلة بهذا الشكل هذا يكون متساوي وما يكون الشي بلصة افيتر هاد الجهة هي اللي مستوطة وهاد الجهة اللي جي تي ايه اللي مفتوحة فيها جهة مفتوحة وجهة مستوطة كان قد التوب مزيان من بعد ما قد التوب مزيان كانت تمنى يكون واضح هاد الجهة اللي جيتي هي اللي مفتوحة دائما هاد الجهة اللي فيها الحاشية ديال التوب هي المتوحة على اربعة دابا كن بدأ نحط المقاسات ديالي عندي كان حط مقاس الكل اللي هو تمانية سنتيم وكان حط واحد وعشرين سنتيم ديال الكتاف كنزل هنا بثلاثة سنتيم وكندير واحد السطر اللي عند البلصة اللي حطت ديال الكل من هاد البلصة هادي كان نزل بخمسة وعشرين سنتيم وكان حط المقاس ديال الصدر اللي عندي فيه تنين وثلاثين سنتيم هنا كاندير بيستوري تبكي تزلق خاصة نحتالي شي حاجة هنا كان حتى باش تنتراسي التركيز ديالي من نقطة ديال الصدر لنقطة ديال الكتاف من هاد النقطة ديال الصدر من نقطة ديال الصدر كنزل بحضة وعشر سنتيم نقادلتو بالكاميرا بشي باليوم زيان هناك كنت نزل بحضة وعشر سنتيم هناك نقنع بطول بعدها ديالي والول عندي الطول هنا هناك متر وربعين نحدد متر وربعين ونرجعت نحدد متر وربعين على الدورة بالكامير بالكامير المحل من النقطة والطول من المحل المحل من المحل المحل للطول لعن الطورة الدية الآن نقوم بتغشير الضغرة الأسفل نقطع الضغرة نقوم بتغشير الضغرة نقطع الضغرة نقطع الكتفين والضغرة على الكل نقطع الضغرة على الأسفل نقوم بتغشير الضغرة من الخلف نقوم بتغشير الضغرة نحيض الخلف و نخطي الأمام سنقوم بتغشير الضغرة سنقوم بتغشير الضغرة نقوم بتغشير الضغرة ونقص من الكتفين نضغط الدورة الكل نضغط 10 سنتيم ونضغط الدورة يكون نكتف مقاددين نضغط الدورة الكل نضغط الدورة الكل ونضغط الدورة الكل من بعد المفصل نضغط الدورة الكل نضغط الكل نضغط الدورة الكل نضغط الدورة الكل ونضغط الدورة الكل 25 سنتيم ندخلها 13 سنتيم ونضر الطورة نضيف الطول 58 سنتيم هو مهنة 18 سنتيم سيستطر بشكل هذا ونضيف الطورة من الرأس هنا نحاول نشوف التركيز ديال اللعب اياه مع تركيز ديال كم واش متساويين ولا لا نحطو بعض شكل هذا باش نشوف واش متساويين او لا لا دابا غد نقطع نقطع هاد رسلكم ونقطع لكم ديالي باش شكل هذا من بعد ما قطعت لكم عندي هادك ستة سنتيميليزيت يعني هي اللي غاد ينطوي نتطوي على الخلف ديال اللعب اياه يعني ادهار ديته نطوي على الدهار ديته ونحط فوق الخيطة غد نحط فوق الخياطة اضح الشارط ديال الجيلاتين غاد يجيبها تشكل هادا دابا غد ندوز الدكليب يل غاد يدير فوق من الكل غاد يقطع 1 ثلاثة سنتيم على نقطع 1-3 سنطيم على تقريبا 60 سنطيم كي نقوم بها الدورة نقطع 1 شارط طويل ونعمل بها المهم بغير يقتني ويشتش بها نقطع 3 سنطيم على تقريبا نقطع 3 سنطيم على تقريبا نتمنى على تقريبا نتمنى على تقريبا وإلى فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة